أمينة من عمان تسأل عن صحة القصة الوالدة في أكل هند بنت عتبة زوج أبي سفيان لكبد الصحابي الجليل حمزة رضي الله عنه أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة للقصة المنشورة والمتداولة والتي تناقلها بعض الناس عن قيام هند بنت عتبة بأكل كبدي حمزة بعد بقر بطنه في نهاية معركة أحد قصة مكذوبة لا خطام لها ولا زمام وليس لها إسناد وإنما هذا من وضع الوضاعين الكذابين من أهل الأهواء ولذلك هذه القصة ليس لها سند أبدا في دواوين السنة ولا في دواوين السيرة ولا في كل كتب التاريخ التي يعتمدها أهل الإسلام ولذلك هي قصة مكذوبة مختلقة مصنوعة يراد منها النيل من هذه الصحابية الجليلة التي أسلمت ولله الحمز ورضي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبايعها ورضي عن زوجها أيضا وبايعه ولذلك يجب التنبيه على مثل هذه القصص المكذوبة التي قد تنطلع على كثير من من لا قدرة له على التمييز بين الرغوة والصريح وبين ما يقبل وما لا يقبل بارك الله فيك